السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي متعمل قناة تكنولوجيا وفائدة في هذا الفيديو سوف اشرح لكم طريقة انشاء ايميل جيميل في البداية نقوم بالذهاب الى ايموت الصفح سواء على الهاتفة وعلى الكمبيوتر ثم نقوم بنسخ الرابط التالي سوف اضع الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو عزيزي المشاهد اشترك لدعم القناة فعل زر الجرس اختر كل الاشعارات ليصلك كل جديد نضغط انتر هكذا تظهر لصفحة انشاء الحساب هنا نكتب الاسم الاول اذا كان الاميل خاص بي بمكان يكتب اسمي واسم العائلة الكنيا اما انا سوف اكتب اسم لا على التعيين فقط للشرح هنا سوف اكتب الاميل الخاص بي الذي استخدمه لتسجيل الدخول ايضا اذا كان باسمك يفضل كتابة اسمك واذا كان لإستخدامات اخرى بمكانك استخدام اي اسم هنا يجب كتاب كلمة المرور يجب ان تحتوي على ثمانية احرف وارقام يجب ان تكون غير سهلة سوف اضع كلمة مرور ثم نقوم باعادتها يجب طبعا حفظ كلمة المرور لاستخدامها في تسجيل الدخول ثم نضغط التالي هنا رقم الهاتف اختياري الايميل اختياري طبعا اذا كان الايميل خاص بك وإستخدامك بدك تستخدمه على هاتفك تنسخ عليه صورك وملفاتك يجب ان تكتب رقم هاتفك للتأكيد وايميل اخر في حال نسيت كلمة السر تهكر الايميل بإمكانك استرجاعه هنا تكتب تاريخ الميلاد تختار يوم والشهر والعام سوف اقوم بكتابة ميلادها على التعيين الجنس بإمكانك تختار الجنس ثم التالي الآن هنا تظهر صفحة الموافق على شروط الخدمة ثم نضغط انشاء الحساب نعم الآن قد تم انشاء الحساب بإمكاني الدخول إلى جميع خدمات جوجل اتمنى ان يكون هذا الشرح مفيد لكم واني نال اعجابكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل لا تنسوا